بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كورة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين طبعا لا صوت حاليا يعلو عن صوت رمضان صبح رمضان صبح بات قريبا جدا من العودة من جديد للنادي الأهلي خصوصا بعد المفاوضات في الساعات الأخيرة اللي حصلت بين بعض مسؤولين النادي الأهلي ورمضان صبح على العودة من جديد ولكن الحقيقة هنقل لكم كل التفاصيل ولسبحان الله رمضان صبحي ملوش أي طلبات رمضان صبحي أكد للمسؤولين في النادي الأهلي أن هو ملوش أي طلبات هو عايز حاجة واحدة يرتدي تشيرت النادي الأهلي مرة تانية وقال لهم اعملوا العقد اللي أنتم عايزينه وحطوا المبلغ اللي أنتم عايزينه لو عايزيني ألعب ببلاش هلعب ببلاش سبحان الله سبحانه مغير الأحوال رمضان صبحي من أول مراحل على النادي الأهلي لم يحرز ولا لقب يعني ما خدش ولا بطولة وقال لك وطلع مع عمر أديب لو تفتكره تمام وقال أنه هو عايز يعمل طموح جديد يا جماعة لو هنتكلم بالعقل والمنطق يعني أنت راجل عايز تعمل طموح هتعمل طموح برى النادي الأهلي إزاي عايز تعمل تاريخ هتعمل تاريخ برى النادي الأهلي إزاي عايز شهرة هتتشهر برى النادي الأهلي إزاي عايز تنضم المنتخب مصر هتنضم المنتخب مصر وانت خارج النادي الأهلي إزاي وما احترامي للجميع رمضان صبحي أصبح لاعب عادي جدا في الكرة المصرية وهو ليس لاعب عادي رمضان صبحي يعني محدش يعرف عنه حاجة الفترة الأخيرة كان في النادي الاهلي كل الدنيا بتتكلم على رمضان صبحي وعودة رمضان صبحي للنادي الاهلي يوم 15 ثلاثة تمام اكد الاعلام احمد شبير ان باب عودة رمضان صبحي للاهلي لازال مفتوحا وذلك بعد مفاجأة انتقال امام عشور للنادي الاهلي في بداية الموسم وقال شبير كمان ان رمضان صبحي يرغب في العودة للنادي الاهلي لكن حتى الان لم يفتح باب القلعة الحمراء امامه يعني ايه يعني النادي الاهلي عايز رمضان صبحي رو النادي الاهلي مفيش شك عايز رمضان صبحي ولكن هو خايف من كلام الجمهور هيطلع واحد زي عصام الحضري هيهاجم رمضان صبحي هيطلع حسام حسن وابراهيم حسن هيهاجم رمضان صبحي هيطلع عبدالله السعيد هيهاجم رمضان صبحي وهيهاجم النادي الاهلي وهيقولك اش معنى رمضان صبحي رجع بعد ما ميش من النادي الاهلي طيب يوم تمانية تلاتة الفين وعشرين كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان هناك مفاوضات جارية مع رمضان صبحي للعودة الى النادي الاهلي من جديد صرح المصدر ان الاهلي يدرس امكانية عودة رمضان صبحي لكن لم يتخذ اي قرار نهائي حتى الان ده طبيعي جدا ان ما فيش حد يقدر يتكلم في هذا القرار غير الكابتن محمود الخطيب لان هو اللي في ايده القرار وهو اللي عايز القرار وهو اللي بيحط القرار في الحاجة اللي زي دي الكابتن حسام غالي طلع يوم تمانية وعشرين اتنين نفى نفى الكابتن حسام غالي عدو مجلس ادارة النادي الاهلي نفى اي مفاوضات مع رمضان صبحي للعودة للفريق من جديد وصرح غالي وقال الاهلي يركز حاليا على البطولات الحالية وان ملف التعاقدات مع لاعبين جدد مؤجل لبداية الموسم ما قالكش اننا ان احنا رمضان صبحي مش هيعود للاهلي قالك الملف مؤجل طيب التطورات السابقة بقى اللي حصلت وسبب خلاف رمضان صبحي مع النادي الاهلي لما انتقل الى برامدز في صفقة انتقال خر لما النادي الاهلي يعني تفاوض معاه وكان يعني فأشد الاحتياج الى رمضان صبحي فأشد الاحتياج لو تفتكروا بعد فترة كورونا والنادي الاهلي ورمضان كان مصاب والاهلي كان بيدله عقده بالكامل وبعد النادي الاهلي ما خلص مع الهيدراستفيلد الانجليزي ان رمضان يعود من نادي الاهلي من جديد في صفقة انتقال خر والاهلي خلص مع هيدراستفيلد رمضان صبح قال لهم سبوني افكر يعني بالعقل في حد يفكر مع النادي الاهلي الله أعلم يعتمد قرار عودة رمضان الصبحي حتى الان على عدة عوامل منها رقم واحد رغبة اللاعب نفسه ومفيش عليها خلاف انه هو يعود من جديد للنادي الاهلي وانه هو يتمنى ارتداء تشيرت النادي الاهلي من جديد بدون اي مقابل خلي بالكم بدون اي مقابل رقم اتنين موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي مارسل كولر سبق قبل كده في بداية الموسم لو تفتكروا طلب التعاقد مع رمضان صبحي ولما مجلس الادارة قعد معه وبيل له الرؤية صرف النظر على فكرة التعاقد مع رمضان صبحي ولكن مارسل كولر عايز رمضان صبحي عايز رمضان صبحي كويس جدا لانه شايف فيه مواصفات كبيرة جدا وفيش خلاف على رمضان صبحي وعلى امكانيات رمضان صبحي رقم ثلاثة شروط التعاقد المالية رمضان صبحي قال للمسؤولين في النادي الاهلي ان هو مالوش اي طلبات مالية وان هما العقد اللي هما هيحطوه هو هيوافق عليه واي حاجة هيقولوا عليها هو هيوافق عليها وده طبيعي ده طبيعي عشان تعود للنادي الاهلي لازم تضحي ولازم تقدم تضحيات كبيرة جدا خصوصا لما تبق ابن من ابناء النادي الاهلي وتعمل مع النادي الاهلي كده رقم اربعة احتياجات الفريق هالرمضان صبحي الاهلي في احتياج او الفريق في احتياج لرمضان صبحي بكل تأكيد رمضان صبحي اضافة كبيرة جدا لأي لعب لأي نادي رمضان صبحي اضافة كبيرة جدا لأي نادي ويعني واي فريق يحتاج رمضان صبحي لأن رمضان صبحي بيقوم بأدوار مركبة داخل الملام هذه المعنى هيا الموضوع ده هيفضل فيه تطورات كبيرة الموضوع ده هيفضل فيه تطورات كبيرة جدا وهيفضل قرار عودة رمضان صبحي تمام يعني او قرار عودة رمضان صبحي في ايد مارس الكولور في ايد مارس الكولور طب ايه موقف ادارة النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي تمام ترفض منقشة عودة رمضان صبحي في الوقت الحالي يعني اكدوا من هم مش هينقشوا الموضوع في الوقت الحالي لان احنا في موسم شغالة وفي بطولات شغالة لكن الموضوع مرفوض لا الموضوع مش مرفوض من قبل مجلس ادارة النادي الاهلي طب موقف الجهاز الفني سائد مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي مرحب جدا بضم رمضان صبحي للفريق في بداية الموسم طب ايه العقبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي قد يكون راتب رمضان صبحي مرتفع بنسبة للاهلي وبالنسبة اللي هو بيتقضاها في براملز عايز اقول لكم ان رمضان صبحي ملوش اي طلبات زي ما قلت لحضراتكم رمضان صبحي بيؤكد للمسؤولين ان هم العقد اللي هم هيحطوه هو موافق عليه قد لا يرحب بعض جماهير الاهلي بعودته بعد رحيله عن الفريق في فترة كان الفريق فاشد الاحتياج لي حق جماهير النادي الاهلي ان هي تزعل لو رمضان صبحي عاد ولكن هو لاعب مهم ولاعب كبير جدا مفيش خلاف على رمضان صبحي وحضراتكم كلكم يعني انا مش هتكلم اكتر يعني مش هقولكم عن امكانيات رمضان صبحي ولكن في بعض الجماهير بترفض ان النادي الاهلي ماشي بقيم ومبادئ يعني حسام حسن لما رخل على النادي الاهلي مرحلش مراجعش تاني عصام الحضري مراجعش تاني احمد فتحي اللي اللاعب الوحيد اللي كمل مع النادي الاهلي حوالي اربع شهور بدون ما ياخد ولا جنيه مرجعش تاني مع ان الكابتل محمود الخطيب قال له خلص نفسك وخليك موجود بس اللاعب طبعا كان ابض مبلغ مالي كبير جدا صعب ان احمد فتحي كان يوفره في الوقت ده طب ايه التطورات وايه الجديد وهالرمضان هيعود نعم رمضان صبحي هيعود للنادي الاهلي في بداية الموسم وفتكروا كلامي ده كويس جدا بشكرك يا صديقي انك كملت معي الحلقة للنهاية فضلا ادعمنا باللايق كل سنة وانتو طيبين استنوني